كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل المئات من المقاتلين الأجانب في أوكرانيا بأسلحة روسية دقيقة بعد وقت قصير من وصولهم وأكدت الوزارة في بيان لها إلى أن تدفق المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا توقف منذ بداية مايو الماضي حيث انخفضت أعدادهم داخل أوكرانيا إلى النصف ويقدر عددهم حاليا بنحو 3500 مقاتل معنا من كييف مفادنا عبدالجليل بردودي عبدالجليل تفاصيل المعارك التي تأتيك من الشرق إلى ما تشير نعم فضيلة تشير هذه التفاصيل إلى استماتة الجانبين الجانب الروسي من أجل تقدم أكثر والجانب الأوكراني من أجل الدفاع أكثر عن الأراضي التي تأتي في خط التماس والتي لم تدخلها القوات الروسية لحد الآن وكما قال الرئيس بولادي ميرزيلينسكي فإن هناك أكثر من ألف كيلومتر في خط التماس في أقصى الشرق الأوكراني كما أكد أيضا أنه قد لحد الآن تم تحرير أكثر من ألف بلدة وقرية كانت سيطرت عليها القوات الروسية منذ دخولها إلى الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي حيث كان يتراوح عددها بين 3600 قرية أو بلدة أو مدينة يعني تجمع سكاني هذا في بداية العملية العسكرية لكن رغم هذا تمكنت القوات الروسية لحد الآن من الحصول على أكثر من 20% من الأراضي الأوكرانية وكلها تمتد على شكل هلال في أقصى الشرق الأوكراني من بداية خاركيف في الشمال أين تواصل القوات الروسية تدعيم خطوط تواجدها هناك والحفاظ على هذه الحدود مرورا بسيفرينو دونسك وهي التي تأتي إلى الغرب من لوهانسك حيث لحد الآن تسيطر القوات الروسية على 80% منها وتحاول السيطرة على 20% التي تبقت هناك نزولا إلى أقصى شرق زابوروجيا والحدود مع دونسك حيث أيضا تستميت القوات الأوكرانية في الدفاع عنها خاصة وأن القوات الروسية تضغط بشدة من أجل الضفر بمدينة زابوروجيا المهمة ما سيفتح لها الباب للدخول نحو الجنوب وخاصة إلى دينيبرو التي ستصبح مكشوفة ومنه أيضا إلى آخر نقطة تتواجد الآن في خرسون حيث أكدت آخر التقارير بأن القوات الأوكرانية تمكنت من استرجاع 20 بلدة هناك وذلك نتيجة تركيز القوات الروسية على عمليتها في سيفرينو دونسك ولكن فضيلة هذا لا يمنع القوات الروسية من ضرب أقصى الغرب أقصى غرب أوكرانيا وخاصة في منطقة الفيف أين تقوم بدربات منذ من فترة إلى أخرى وخاصة على أهداف عسكرية تأتي من خارج الحدود شكرا لك عبد الجليل بردودي في كييف